كما أشرتهم وكما جاء في التقرير الاستنكار كان واسعا لدى الفلسطينيين حتى هناك حالة من الصدمة لدى البعض لأن قرار وزير العمل هو ضمن صلاحياته ولم يتخطى القانون بالقرار الذي اتخذه نهاية العامل فأت بما يخص بعض المهن التي سمح للفلسطيني العمل بها ضمن قطاعات محددة جدا وهي خارج المهن الحرة التي يتطلب العمل فيها الدخول إلى النقابات التي لديها أيضا أنظمتها الداخلية والتي تمنع الفلسطيني من العمل بشكل تام في لبنان هذا القرار هو مستنكر وهو مدان من قبل الجميع لأن الفلسطيني هو عامل إيجابي في البلد هو مشارك في الدورة الاقتصادية في لبنان ويضخ خلال الأزمة اللبنانية التي يعيشها لبنان الفلسطيني عشرات الملايين من الدولارات هو مشارك بالدورة الاقتصادية إن كان عبر منظمة التحرير أو الأنروة أو الجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني أو حتى عبر التحويلات التي تأتي من الخارج إذن الفلسطيني ليس عبءا على الدولة اللبنانية ولا على الاقتصاد اللبناني ومن هنا جاءت هذه الحملة المستنكرة لهذا القرار لكن من جهة أخرى اليوم الأنظار تتجه إلى وزير العمل كيف سيتعاطى مع هذا القرار الآمال معقودة على أن يتم طعن أن يقوم الوزير بطعن القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة لأعطاء الفلسطينيين ولو حقا بسيطا من حقوقهم ربما يفتحوا بابا أو أملا للمطالبة بالمزيد من الحقوق التي يحرم منها الفلسطيني في لبنان منها حق العمل منها حق التملك والكثير من الحقوق المدنية الاجتماعية والثقافية بانتظار موقف الوزير العمل الذي لم يصدر عنه أي شيء حتى هذه الساعة الفلسطينيون يأملون والعاملون في المؤسسات القانونية والقانونيين اللبنانيين كانوا أم فلسطينيين أم هيئات أو قوى فلسطينية التي استنكرت هذا القرار هم ينتظرون ردا من الوزير وموقفا ربما يكونوا داعما للفلسطينيين حاميا لحقوقهم في لبنان ترجمة نانسي قنقر